بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وهذا الدرس آخر درس رمضاني في العدد الكرآني هنا لابد من مقدمات سريعة على أساس أن هناك بعض الناس قد يدخل لمثل هذه المحاضرة أو غيرها وما عندوش خلفية سابقة ما يسمى بحساب الجمل العرب قبل الإسلام أعطت كل حرف من حروف أبجد هوز حطي كلامه إلى آخره أعطت قيمة عددية هذا قبل الإسلام وكان يستخدم مثل هذا الحساب في التأريخ فكانوا مثلا إذا أردوا أن يؤرخوا لمعركة ما يقولون الأشعار ثم عبارة محددة لو حسبناها يتبين وقت حصول المعركة أو تأريخ لأبنية قديمة إلى آخره هذا باختصار والقضية الثانية هي مسألة الميزان 456 هذا العدد الذي تم استكشافه من القرآن الكريم تقريبا هناك محاضرة ما يقرب من سعتين إلى ربع تبين أو نبين كيف تم استكشاف العدد الميزان 456 مش فقط طبعا 456 بل أيضا جمله 456 اللي هو يعني 1548 على أي حال من بعد اكتشاف هذا العدد الميزان تقريبا كل المحاضرات كنا نستخدم الميزان 456 في التطبيقات كما سنرى أيضا في هذا الدرس إن شاء الله طيب أيضا لا نزال نتحدث في الأعداد التي لها علاقة باحتمال زوال إسرائيل دولة إسرائيل يعني إسرائيل 2022 ميلادي الموافق 1443 هجري يعني بمعنى آخر بعد ثانية ممكن تبدأ الأحداث إذا حصل لأنه احنا ما قلناش مئة بالمئة بس نسبة كبيرة خصوصا أنه الذين يشاهدون الحلقات من 1992 إلى اليوم والدراسات المستمرة كثير منهم يجزم يجزم بالحصول لكن بما أنها مجرد أرقام وأعداد ونظم وليست كلام صريح في حصول زوال إسرائيل لذلك دائما منعطي نسبة 95 96 97% إلى آخره احتمال طبعا كل ما اقترب الوقت بيصبح الناس في شك من أمرهم وهذا اليوم كثرت الأسئلة خصوصا أنه كما قلنا بقي أقل من شهر لبداية الاحتمال بداية الأحداث في فلسطين سنة سنة كل شهر كل شهر سنة سنة فخليك متبع يا عماد لأنه مرات ممكن يمرك مثل هيك التلام طيب فاليوم إذن إحنا كان في عندنا حلقة سابقة درس سابق والآن نكمل ركز لي عماد على اللوحة هون قول الله سبحانه وتعالى في سلطة الإسراء ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إذن هذه العبارة مأخوذة الآن من الآية السابعة من سورة الإسراء لأنه فواتح سورة الإسراء تتحدث حول نبوءة كانت في التوراة وأنزلها الله سبحانه وتعالى في القرآن وعد الأولى وعد الآخرة وفي تفسيرنا جيب عندي يا عماد خلينا برضو جيد نرفة انتباه الناس هو هناك في اليوتيوب في اليوتيوب قناة إسلام نون ما الناشحنا على فكرة قناة رسمية غيرها إسلام نون أما في كثير ناس بيأخذوا بقطعه كذا الأخير ما لنا علاقة إسلام نون في القناة في تحت عنوان نظرات يعني في فواتح سورة الإسراء أكم درس ثمانية واحد متسلسلات من واحد لثمانية الآن يضاف إلو كان كنا معطين درس اللي هو تحت عنوان وعد الآخرة هذا بيجي التاسع مكمل بيجي التاسع مكمل بعد ما يأخذ الناس فكرة عن نبوء الآن بيجي تطبيق في جانب في مسألة العدد الآن هنا الآية السابعة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة لاحظ فإذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية التي نعتقد أنها هاي المرة وبينا هذا في التفسير فإذا جاء وعد الآخرة طيب ركز هناك ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المستد كما دخلوه أول مرة كم جملها هاي 2001 الجمل الجمل 2001 يعني منعوض محل كل حرف قيمته مثلا لاحظ كيف مكتوب ليسوءوا ليش نكتبها بهذا الشكل لأنه إحنا بنكتب وفق الرسم العثماني فهون مكتوبة بهذا الشكل حتى يمكن حسابها جمل إذن هون اللام 30 اليا عشرة السين ستين الهمزة واحد الواو ستة الألف واحد إلى آخره مجموع الجمل كم يا عماد 2001 ما هو 2001 هو المسجد الأقصى فلسطين 2022 إذن 2022 جملها 2022 1401 جيب هنا برضو يا عماد ألفان واثنان واثنان وعشرون هي الحقيقة كلمة اثنان لم ترد في القرآن إلا مرة ويبدو إنها كتبت في المصاحف بطريقتين مع أنها هي مرة واحدة في مصاحف دون ألف اثنان اثنان بعد النون نفيش ألف وفي مصاحف ثانية بألف فإحنا طبعا دائما في البحوث العددية نضع القواعد نضع قواعد ونلتزمها دائما نلتزمها دائما فإحنا أخذنا الرسم اثنان دون إيش دون ألف فطلع ألف أربعمائة واحد يعني مثلا ألف أربعمائة واثنين عمرنا ما اعتمدناها بأي حال من الأحوال بنظل ملتزمين بهذه القاعدة نفس الشي إيش قصدت في مصحف ثاني آآ ما هي ممكن توزعت الكتابات يعني في مصحف اثنان بألف ومصحف ثاني اثنان دون ألف خصوصا أن المصاحف تكتب موافقة لكراءات ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بس إذا بتلاحظ كلمة إثنان ما لهاش علاقة بالقراءة يعني مثلا كلمة قارون ممكن تجدها بوارش قاف وألف ورا واو ونون لكن في مصحف رواية حفص عن عاصم بين إيدنا دون ألف دون ألف ما فيش ألف وهكذا فإحنا اخترنا إذن إثنان نفس الشي على فكرة اللي بلتبس على كثير من الناس تعبير للميلاد إحنا دون ألف نأخذها لسبب شرحته سابقا لسبب شرحته سابقا طيب الآن إذن انتبهت الجمال ما هو الكلام عن وعدة الآخرة المسجد الأقصى فلسطين ألفان واثنان وعشرون طيب ممتاز هون بدنا ندخل في موضوع الكواسم بيمكن نكون بعض الناس على فكرة لأول مرة بيسمع موضوع الكواسم جيب عندي يا عماد بدي أغلبك اليوم في الموقع اللي سبق عشرنا إله اللي هو numbermatics numbermatics هذا لما تدخلوا بالإنجليزي فيه خانة تضع فيها أي عدد go تمام بعطيك الكواسم كيف يعني الكواسم زي ما سبق قلنا مثلا مثلا العدد خمسة كواسمه خمسة وواحد بيقسمع خمسة بيقسمع واحد هاي المجموعة الكواسم ستة طيب نيجي نيجي مثلا لأربعة كواسمه واحد واثنين واربعة اجمع ايوه إذن كواسمه سبعة مثلا تمام هذه الكواسم إذن بدخل عدد نفسه في الكواسم العدد نفسه بدخل في الكواسم لأنه لما تكسمه على واحد بيطلع هو نفسه تمام طيب الآن العجيب أنه قضية الكواسم احنا تحدثنا فيها في أكثر من درس فاشي لافت لانتباه أنه كيف بيحصل هذه الصدف في موضوع الكواسم آه هو أن ممكن نقوله طيب إيش القصة أيوان هو في النهاية في النهاية من خلال المحصلة في الدروس العدد بشكل عام سواء كان متعلق بـ 2022 أو لا بدأ يتضح لدينا أنه هناك قضية القدر اليوم ممكن أنت تبدأ تشوف أنه نظام وبالتالي بيبدو الناس يدركوا أنه فعلا هم مش هم المتصرفين في التاريخ وتسير الأمور ويأذن سبحانه وتعالى أو لا يأذن هناك سيطرة كونية هناك سيطرة كونية أنه احنا بتحدثنا بش بس بالقواسم وفي قضايا ثانية مثلا في الدرس ماضي تحدثنا في قضية الأعداد الأولية إيش عجيب هون بدنا نأخذ قواسم الآن بدنا نأخذ قواسم العبارة التالية فإذا جاء وعد الآخرة هون كرأت كرأتين أنا أقصد الآن بدنا نتعامل مع كرأتين على كراءة ورش فإذا جاء وعد الآخرة يعني ما فيش همزة فإذا جاء وعد الآخرة هذه بتطلع 1704 تمام طيب وعلى رواية حفص عن عاصم فإذا جاء وعد الآخرة آ إذن بيزيد واحد بيصير 1705 الآن بدنا نشوف كواسم 1705 وعلاقتها دقيق الآن علاقتها لوعد الآخرة قلنا اللي هو هذا زوال إسرائيل في مثل هذا الزمن بدنا نشوف علاقة رواية حفص عن عاصم ورش 1705 1904 طيب نشوف نشوف كواسم 1705 فإذا جاء وعد الآخرة قدش الكواسم يا عماد 2304 طبعا داخل فيها إيش 1705 طبعا أو من ضمن الكواسم 2304 2304 2304 لاحظ لاحظ هاي كرأة ورش فإذا جاء وعد الآخرة المسجد الأقصى فلسطين انتبهت الجمال إنه قواسم فإذا جاء وعد الآخرة هو فإذا جاء وعد الآخرة هاي كرأت ورش المسجد الأقصى فلسطين طيب وإيش هو كمان هذا يا عماد 2-2-3 هذا مش المسجد الأقصى هذا الأقصى 1443 واربعون للهجرة إذن 1443 كجمل ألف كيف قلنا هنا 2022 هون إيش الأقصى 1443 واربعون هون إيش للهجرة شو أعطاني نفس القواسم طيب نجمعهم الآن نجمع هذه فإذا جاء وعد الآخرة مع إيش ليسوء آه إذا صارت أجيب عندي هون إذن هون صارت العبارة كاملة بس أخذناها على كراءة ورش اللي هي فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة هون بده الفتل انتباه يا عماد إنه الآية السابعة لهذه العبارات أجزاء منها احنا كنا ماخدينها اصلا تفاصيل درسين على قراءة حفص وعلى قراءة ورش ساعة اولى على قراءة حفص وعلى قراءة ورش ساعة ثانية على قراءة حفص على قراءة ورش موجودة من زمان من سنين بس الان لاحظ الان بدنا ناخد العبارة كلها ولذلك شو عملت جمعت دقيق معاي هنا شو عملنا جمعنا جمل العبارة فاذا جاء وعدوا الاخرة مع ليسوء وجوهكم يعني صارت العبارة كاملة شو كان المجموع 3750 ايوة 3750 الجميل في الموضوع انه اذا تعاملنا هاي اول تطبيق هنا للعدد ايش الميزان 456 اذا من نقص مشان نستكشف بعض اسرار هذا العدد من من بالعدد الميزان فنقصنا من العدد شو اعطاني يا عمد 3249 3249 وهو شوف الجميل وهو الارض المباركة الارض المقدسة بيت المقدس الارض المباركة الارض المقدسة بيت المقدس جيب عندي هون احنا اصلا في البحوث كلها نستخدم 3 لاحظ فتح الارض المباركة فتح الارض المقدسة فتح بيت المقدس فتح بيت المقدسة هون اذا بتلاحل التحديد تحديد بشكل اه بيت المقدس يعني هيك الارض المباركة الارض المقدسة والله صبح تعالى بارك اصلا لحظ ما هو بيت المقدس ايش المسجد الاقصر الذي باركان حوله ويا قوم يدخل الارض المقدسة فهي تعبير الارض المباركة ومقدسة وبيت مقدس البيت مقدس طبعا مش تعبير قرآن بيت مقدس تعبير تل احاديث الشريفة وألفاظ الصحابة بيت المقدس يعني البيت المقدس وسميت المدينة باسم المسجد لأن الأصل بيت المقدس المسجد الأقصى فهون لحظة الجمال طلع تعريف كأنه كامل بيت المقدس الأرض المباركة الأرض المقدسة تمام هذا لما فحصنا بالطيب شوه كمان نعماد لما نأخذ شوف الآن شو بدأ أعمل هذا إيش إذا بتتذكر الآن هذا كواسم إيش فإذا جاء وعده الآخرة فإذا جاء وعده الآخرة بدنا نضيف له إيش عماد نضيف له إيش شوف الجمال شو طلع طلع مجموع الجمل مجموع الجمل إذن لما أخذنا القواسم قواسم هاي القواسم فإذا جاء وعده الآخرة شو أضفنا لها 2232 2022 شو أعطاني أعطاني جمل هذا كله زائد لاحظ فإذا جاء وعده الآخرة ليسوء وجوهكم إلى آخر تمام شفت الجمال طب وإذا أضفنا 1443 مش هذا 2022 وهذا 1443 منضيفها لنفس إيش الكواسم هذا مشان يؤكد موضوع الكواسم لاحظ شو أعطاني يا عماد 312 وما هو لاحظ بيت المقدس 2022 1443 إحنا قبل شوية كنا نقول بيت المقدس بشكل بيت المقدس الأرض المقدسة الأرض المباركة أو العكس الأخيري ألقيت الآن بيت المقدس 2022 1443 انتبهت الجمال طيب هون ليسوء وجوهكم الآن بدأ نخذ العبارة هاي يا عماد اللي فيها دخول طيب وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إذا نلاحظ كيف منجزئ العبارات وكنا أصلا ميخدين كنا ميخدين في دروس سابقة الآية كاملة كنا مجزئينها بطريقة مختلفة وهي كمان تجزئ عبارات واضحة هون مسألة الدخول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة نشوف وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة كامل جمال يا عماد 1813 أيوه طب كواسم العدد 1813 اللي هو جمال وليدخلوا المسجد يعني قضية الدخول المسجد وحصول الحدث دخول المسجد وحصول الحدث تمام قديش تكواسمه يا عماد 2166 مألوف طبعا أيوه شوف الجمال الآن شوف الجمال هذا هو 2022 للميلاد 2022 للميلاد شوفت الجمال طيب طيب الآن بدنا نضيفه لكواسمه وجيب هون جمال للكواسم هون هون طبعا هذه العملية مش كثير مريحة نضيفه لكواسمه ليش لأنه أصلا هو موجود في كواسمه فهذه يعني ننبه أنه مش كثير قوية إذن الآن أضفنا لكن هاي عملية رياضية بدنا نشوف عملية رياضية بدنا نضيفه لكواسمه طب هون موجود بالكواسم أصلا ممكن شو الناس يردوا علي شو يقولوا لا انت انت بتضيف الجمل الجمل لا 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 كواسم انت بتضيف الجمل لا الكواسم بمشي قديش بطلع يا عماد المجموع 3979 3979 وهو هذا وعثريته بدنا نفحصه بإيش الميزان الميزان 450 زي ما عملنا قبل شوي لما فحصنا هون تمام شو طلع لما نقصنا يا عماد 3523 3523 وهو بدنا تنتبه انه بنقسم مرتين هاي فاتح الأرض المقدسة وهاي فاتح بيت المقدس العجيب انه فتنتين فاتح والناس بتهتم مع فكرة انه هل يشير هذا الى الفاتح ولا شو احنا مش معنيين بالاشخاص بس بس لاحظ انه مش والله جت هون فتح الأرض المقدسة وهون فتح بيت المقدس لا فاتح فاتح طيب نجل الأولى فاتح الأرض المقدسة المسجد المسجد الأقصى 2022 اما فاتح بيت المقدسة المسجد الأقصى 1443 هجري انت بس الجمال بنقسم ها نفسه العجيب بهذه الطريقة اذا فاتح الأرض المقدسة المسجد الأقصى 2022 فاتح بيت المقدسة المسجد الأقصى 1443 هجري تمام يا عماد طيب تمام طيب الآن انتهينا من هذا المسألة هاي ها طيب الآن وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذه جملة يا عماد بس الآن بدش تحدث عن جمالها جمالها 909 بعد شوي ممكن نذكر جمالها 909 واحنا سبق تحدثنا في هذا الموضوع 909 ودخل في قضايا كثيرة لكن هون الآن أشياء جديدة تمام ايش هي الأشياء الجديدة انه كنا زمان احنا ماخدين جمال وكان حقا علينا نصر المؤمنين 909 تمام ولكن الآن بدنا ناخد ترتيب هذه طبعا في صورة الروم تعقيم في صورة الروم في آية في صورة الروم بدنا ناخد ترتيب الكلمات وكان حقا علينا نصر المؤمنين في بين كلمات صورة الروم نشوف هذه الكلمة وكانة ترتيبها قديش في صورة الروم يا عماد 120 إذن هي الكلمة 620 من بداية صورة الروم اللي بعدها طبعا 21 22 23 24 أكب كلمة هما واحد 2 3 4 5 هون اللافت على فكرة ايش الوسط هو 622 بينهن طيب المجموع كم يا عماد 310 310 فما هو 310 فتح هاي فتح المسجد الأقصى فلسطين 2022 2022 طيب ما هو جيب عندي ما هو المسجد الأقصى الله صلحت على ايش قال المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إذن لو جيت أنا قلتك الذي باركنا حوله شو بتقولي المسجد الأقصى فإذن شوف العدد نفسه إذن فتح المسجد الأقصى فلسطين 2022 برضو شو بيعطي نشوف يا عماد الذي باركنا حوله فلسطين فلسطين 1443 1443 يعني 1443 1443 الآن بدنا نعمل ايه زي ما عملنا هناك نفحص بايش بالـ 450 و 56 تمام هاي 456 وهي 456 لأنه هذا بدل على صدقية 456 456 شو أعطاني يا عماد 2654 إذن لما خصمنا 456 أعطاني 2654 فما هو 2654 هو فتح 2022 للميلاد للميلاد لطيف ممتاز طيب هذا نفسه 311 وعشرة ومنحقناش ننسى إنه ترتيب كلمات إيش وكان حقا علينا نصره المؤمنين طيب شو رأيك نجمع الترتيب الكلمات مع إيش جملهن جيب عندي هذا جمع جمع ترتيب الكلمات يعني ترتيبهن في داخل الصورة مع جمل هذا استخدمناه في الكلمة الوحيدة زي كلمة مثلا الكلمة اللي ترتيبها في سورة الإسراء 361 اللي هي جمل المسجد الأقصى أخذنا ترتيبها مع جمل الكلمة شو طلع أخذنا مثلا الكلمة اللي ترتيبها في سورة الإسراء 1063 الذي باركنا حولها إذن المسجد الأقصى وشوفنا شو شو الكلمة جملها والكلمة 1063 وشو جملها وبدأنا نعقد علاقات هذه جميلة جدا كانت طيب الآن هون جمعنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين جمل 909 مع ترتيب الكلمات شو أعطاني يا عماد 43 19 ركزت هناك أربعة ها مركز تمام أعطى هذا فما هو هذا فتح الأرض المقدسة 15 شو بذكرك 15 يا عماد فتح عمر بالهجري فتح عمر المخطاب بالهجري و583 فتح صلاح الدين بالهجري و1443 فتح 2022 بالهجري وهذا كله اسمه إيش هجري هاي هجري إذن فتح الأرض المقدسة 15 580 1443 هجري ما هو وكان حقا علينا نصر المؤمنين مش بس المؤمنين يعني في 2022 يا عماد و1443 ما هذا المتعلق بالفتحات الثلاثة بعد الإسلام للأقصى فتحات الثلاثة عمر وصلاح الدين وأبصر مين طيب طيب جيت كنت بالعملية التالية يا عماد لاحظ عندي طبعا قصدي أبين مسألة قلت إنه هذا العدد اللي هو هذا كان لازم ألغونه بالأزرق مش قضية لغو ترتيب الكلمات مع الجمل أيوة أنقص منه فتح الأرض المباركة تمام شو أعطاني 2201 2201 طيب ما هو 2201 هو نفسه لو نقصت أنت ترتيب الكلمات وجملهم هناك كان في علاقة زائد هون هون علاقة زائد صح طب والعلاقة النقص وإذا بيهب يعطينا إيش آه النفس اللي أعطانا لما قمنا من هذا فتح الأرض المباركة مشيك طب شو السر يا عماد أنا بيّنت هون السر للناس إنه فتح الأرض المباركة إذا بتقسمها لتنين تطلع جمل ضعف الجمل جمل وكان ضعف الجمل لأنه بلاش يجي ناس أذكياء رياضيا وقول لك يا شيخ أنت خدعتنا لا هاي قصة إنه لما هنا خصمنا من المجموع فتح الأرض المباركة أعطانا هذا ثم لما خصمنا من الترتيب الجمل أعطانا هذا طب كيف يعني آه لأنه فتح الأرض المباركة في حقيقتها لما تقسمها لتنين هي نفس هذا طيب هون بدنا ندخل الآن في الجمل جمل وكان حقا علينا ناصر المؤمنين بس ديب عندي هون يا عماد وفي حلقة سابقة احنا بينا أنه بدناش نطيل ما يقرب من ساعة آه بدنا تقريبا يعني ما يقرب من نصف ساعة أو أكتر شوي الدرس اللي ماضي أخذ الأظنة أربعين ليش ليش سرنا الآن لأنه حتى الناس تركز لأنه هالي بدها يبدو توقف والناس تفكر فالدروس الطويلة بنفرو منها الناس فيعني اختصرنا نصف ساعة إلى أربعين الآن أظن بعدنا ما وصلناش نصف ساعة يعني إلى أربعين بيمشي الحال تمام الآن شوف يا عماد آه هون في ملاحظة الأخ اسمه عبد الرؤوف ممكن هاي يتطول شوي بس خليني آآ هون هون إذا ضفت على فكرة يا عماد شايف هاي تسعمية وتسعة جيب عندي اللي هي تسعمية وتسعة وكان حقا عليه نصر المؤمنين انت مشرحت شمال كنت معك آه هذا جمل أيوة هون هون آه هون إذا نبدأ شو جملها هاي تسعمية وتسعة جمل إيش يا عماد دقيق عندي هون هون جمل إيش هذا جمل تسعة 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 مئة وتسعة إحنا على فكرة مئة هي تكتب ماء ولا تلفظ ماء بغلط الناس لما بقولوا ماء هي دائما تلفظ مئة وتكتب في المصحف إيش ماء ويجوز في الكتاب العادية تكتبها بألف ودون ألف بس في المصحف دائما ماء بألف بألف فإحنا بنمشي في الجمل ودائما نذكر على فكرة التزمنا دائما في الجمل الأعداد التذكير كيف يعني بنقول تس ماء هي مش في اللفظ في الكتابة وتس مش وتسعة هذه قاعدة مستمرة مش مشان من طيب وتسعة شو طلع جمل تسعمية وتسعة تسعمية وتسعة تسعمية وتلطيف لطيف ألف ومية وتلطاش الألف ومية وتلطاش شو علاقتها بهذا اللي هو أصلا الفرق بين ترتيب الكلمات والجمل الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين لاحظت شو عملت الفين ومتين وواحد ناقص ألف ومية وتلطاش اللي هو جمل تسعمية وتسعة شو أعطاني يا عماد ألف ألف وثمانية وتمانين فما هو ألف وثمانية وتمانين هو فتح المسجد الأقصى فلسطين فتح المسجد الأقصى فلسطين كم أعطانا ألف وثمانية وتمانين فتح المسجد الأقصى فلسطين والجميل جدا اللي سبق أنهم عرفوه أنه لما ضيف وكان حقا علينا نصر المنين لجملها يعني جمل 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين مع جمل الرقم مع جمل 909 شو عطاني يا عماد 2022 وانت بقضي لطيف فالآن تمام الآن طبعا لاحظ هنا هنا في قضية طويلة عريضة وهاي كمان قوية بس بس بديش استعرضين يا عماد عارف ليش بديش استعرضين لأنه ممكن بعض الناس يستعجل ويصير بديو فهم لحاله يعني يوقف الشريط فيه ناس بيحبه كتير ما بصدقه بصير بدي يوقف الشريط ويدرس ويشوف لا بنشرح راكي احنا في الدروس قادمة ان شاء الله بس الآن القصد انه ما نطولش واحنا في رمضان ان شاء الله بيكون عندنا أربعة يعني أربعة دروس ها هذه الدروس في العدد وممكن تصير خمسة عساس في العيد ممكن تمام وان شاء الله في رمضان القادم ما أظن نشي يلزم في رمضان القادم ما أظن نشي يلزم لأنه الزعم اللي اللي نزعمه انه في احتمال الآن يكون الأحداث قد انتهت في نهاية شهر ستة ها يعني معناته رمضان القادم بيكون أول أربعة في أول المعمعة إذا حصلت فبلزمش يعني وإذا ما هذه مسألة كما قلنا دائما هي مسؤولية اللي بيشاهد اللي بيشاهد خصوصا صرنا نزلين يعني محاضرات كثيرة جدا مختلفة من زوايا مختلفة بيشاهد وبيدرس هو اللي بيستطيع يتوقع انه شو احتمال هذا وخصوصا انه قلنا انه هي نظم لا أكثر ولا أقل لكن فيش كلام صريح صريح يقول تزول إسرائيل 2022 هيك صراحة لا لا هي النظم الموجودة هي اللي أعطتها الكلام وخصوصا انه 2022 مرتبط بالفتوحات السابقة بشكل قوي يعني 636 عمر 1287 صراح الدين 2022 ميلادي وهجري في ارتباط وثيق في ارتباط وفي نظم فبالتالي زي لون كان في مثال خمستعاش مثل ورد مثال على كتب خمستعاش كثير العلاقات طيب حتى لا نطيل ان شاء الله نلتقي في درس جديد في رمضان برضو وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة